والحمد لله هناك اعداد كبيرة تنتشر في جميع احياء حمص من الناس المهجرين والمصابين من جباء القصف على احياء حمص على حي عشيرة وحي باب اسباع كرمز زيتون وحي النازحين وحي جب الجندلي اصابات عديدة من الناس من استطاع ان يخرجوا بيوتهم والاخرين لم يستطعوا ان يخرجوا هذه حالنا في حمص هذه حالنا في حمص يا ايها العالم انظر الى حالنا انظر الى ما توصلنا اليه هذه المرأة العجوز مصابة بسريرها من جراء القصف بقضاءة الهاوي على حي عشيرة حمص الان نحن في حي دير بعملاء حي ربي العربي